موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة التاسعة عشرة من برنامج تعليم الفوريكس تنصيب منصة تداول ميتا تريدر العناوين واحد المقدمة اثنان تنصيب منصة تداول ميتا تريدر ثلاثة تنصيب عدة منصات ميتا تريدر لشركة وساطة واحدة أربعة الفارق فيما بين ميتا تريدر فور مع ميتا تريدر فايف خمسة تشغيل منصة ميتا تريدر واحدة لأكثر من شركة وساطة ستة تعليم عملية التنصيب المقدمة خصصنا الحلقة التاسعة عشرة من برنامج تعليم الفوريكس لنقدم لكم معلومات تتعلق بعملية تنصيب منصة تداول ميتا تريدر وكذلك الفارق فيما بين منصة ميتا تريدر فور مع منصة ميتا تريدر فايف كما سوف نتناول أيضا مواضيع أخرى في هذا الإطار مثل تنصيب عدة منصات ميتا تريدر لشركة وساطة واحدة أو تشغيل منصة ميتا تريدر واحدة لأكثر من شركة وساطة فضلا عن تعليم عملية التنصيب تنصيب منصة تداول ميتا تريدر بعد الانتهاء من عملية تنزيل منصة ميتا تريدر من خلال تصفح موقع شركة الوساطة المطلوبة سوف نقوم بتنصيب المنصة وفقا للتعليمات المقدمة إليكم والتي تشاهدونها ضمن هذه الحلقة لاحقا تنصيب عدة منصات ميتا تريدر لشركة وساطة واحدة بعد القيام بتنصيب المنصة الأولى فإن عملية تنصيب منصات أخرى سوف تكون مماثلة لها على سبيل المثال إن أردنا القيام بتنصيب منصة ثانية في البداية نحتاج إلى تنزيل المنصة على جهاز كومبيوترنا بعد الانتهاء من عملية التنزيل سوف نتبع الخطوات اللازمة لذلك الواحدة والأخرى حيث نقوم بتعديل بسيط خلال عملية حفظ الاسم لدى اتباع مراحل التنصيب كي نحصل على منصة ميتا تريدر الثانية من نفس الشركة التي أخذنا منها منصتنا الأولى إن كانت هناك أيضا عمليات تنصيب لمنصات أخرى لاحقا سوف نقوم بنفس التعديلات البسيطة أثناء عملية حفظ اسم الملف كي نحصل على ما نريد كيفية القيام بتنفيذ هذه العملية سوف تأتيكم من خلال مشاهدة الصور ضمن هذه الحلقة لاحقا الفارق فيما بين متا تريدر فور مع متا تريدر فايف إن منصة متا تريدر فايف ليست نسخة جديدة من منصة متا تريدر فور بل إنهما مختلفتان عن بعضهما البعض حيث تم تصميم منصة متا تريدر فايف لاستخدامها من قبل العملاء في الولايات المتحدة الأمريكية فينبغي القول بأنه يوجد هنالك فارقان رئيسيان فيما بين هاتين المنصتين نشير إليهما أدناه واحد الفارق الأول يعود إلى أن منصة متا تريدر فايف لا تتمتع بقابلية التحوط أي بعبارة أخرى لا يمكن القيام بفتح صفقات البيع والشراء بشكل متزامن عبر هذه المنصة فإذا قمنا بفتح صفقات البيع وأردنا بعد ذلك فتح صفقات الشراء أيضا لا تسمح لنا المنصة بذلك وإنما تغلق صفقات بيعنا قبل إعطائنا الإذن بالشراء منصة متا تريدر فايف تسمح للمتداولين بإمكانية فتح الصفقات مهما كانت كمياتها في اتجاه واحد فقط وليس في اتجاهين معاكسين أي البيع والشراء بشكل متزامن اثنان الفارق الثاني يعود إلى أن منصة متا تريدر فور ترسم خط أفقيا واحدا حيال كل صفقة جديدة تفتح عبر هذه المنصة من قبل المتداول حيث أن عدد الخطوط الأفقية يعادل عدد الصفقات بينما منصة متا تريدر فايف ترسم خط أفقيا واحدا لجميع الصفقات المتداول آخذة بعين الاعتبار معدلا حسب كميات الصفقات وقيمها تفاصيل الفوارق فيما بين هاتين المنصتين سوف تأتيكم من خلال مشاهدة الصور ضمن هذه الحلقة لاحقا تشغيل منصة متا تريدر واحدة لأكثر من شركة وساطة يتسنى لنا استخدام منصة متا تريدر واحدة للقيام بالتداول لدى عدة شركات الوساطة وذلك بناء على الأسلوبين المذكورين أدناه واحد الأسلوب الأول هو عبر استخدام ملف SRV حيث نحصل على هذا الملف من خلال التعامل مع الأصدقاء أو بشكل آخر لنقوم بتنصيده ضمن ملف متا تريدر فور والذي يحتضنه قسم ثم نقوم بإغلاقه وفتحه مرة أخرى كي نتمتع بمنصتنا المطلوبة اثنان الأسلوب الثاني هو أخذ عنوان Server من خلال فتح ملف SRV وإرساله إلينا أي مجموعة الفوريكس المحترف كي ندخل ذلك العنوان ضمن قسم Login حيث سوف تأتيكم تفاصيل العملية ضمن هذه الحلقة لاحقا تعليم عملية التنصيب في البداية نقوم بتنزيل منصة MetaTrader 4 وكذلك منصة MetaTrader 5 هنا توجد لدينا خمسة منصات تداول اثنتان منهما MetaTrader 5 وثلاث منصات أخرى هي MetaTrader 4 هذه المنصات تعود إلى شركات وساطة عدة ألا وهي Admiral Markets شركة Alpari Fibo Group شركة FX Pro وشركة IronFX كما ترون فإنه توجد لدينا نسخة من منصة MetaTrader 4 ونريد أن نقوم بتنصيب منصة أخرى حيث لا يوجد فارق فيما بين عملية تنصيب المنصة الأولى مع تنصيب المنصة الثانية أو منصات أخرى باستثناء فارق بسيط جدا سوف نعرضه عليكم بعدما ظهر هذا القسم وقمنا بالموافقة على الخضوع للأنظمة المعمول بها لدى شركة الوساطة يكفي أن نضغط على Next أي التالي للمباشرة بالتنصيب هذا بالنسبة لعملية التنصيب الأولي أما إذا أردنا أن نقوم بعملية تنصيب ثانية أو ثالثة أو أكثر لمنصة MetaTrader عبر موقع شركة وساطة واحدة ليس علينا إلا أن نعدل اسم الملف لدى حفظه في جهاز الكمبيوتر تعديلا بسيطا فعلى سبيل المثال إن كان الاسم عند العملية الأولى مسجلا تحت عنوان FX Pro MetaTrader 4 بإمكاننا أن نغيره إلى FX Pro MetaTrader 4 1 للثانية مما يدل على منصتنا الثانية ومن جديد نضغط على Next أي التالي كي يبدأ التنزيل مما يعطينا المزيد من المنصات كما ترون فإن التنزيل جار من موقع شركة FX Pro حيث سوف تستكمل عملية التنصيب خلال بضعة دقائق لاستخدام ملف SRV نذهب إلى هذا العنوان هو موجود ضمن جهاز كمبيوترنا وذلك للأجهزة ذات برنامج Windows 32 بيت أما بالنسبة للأجهزة ذات برنامج Windows 64 بيت فهناك يوجد Program Files 86 حيث نجد في قسم Config عددا من سيرفرات الحسابات الافتراضية أو التجربية والحسابات الحقيقية لشركة FX Pro وكذلك شركة ICM Brokers ملف SRV يتيح للمتداولين إمكانية الاستغناء عن تنزيل منصة خاصة لكل شركة وساطة وإنما يتسنى للمتداولين أن يستعينوا بهذا الملف لجعل منصة MetaTrader واحدة صالحة للاستخدام لدى عدة شركات وساطة فيمكن لنا أن نقوم بنسخ الملف المطلوب مثلا Demo1 ولسقه في ملف لمنصة أخرى مثل منصة FX Pro MetaTrader 4.1 أي منصتنا الثانية بغية استخدامها هناك هنا يوجد سيرفر للحساب الافتراضي أو التجربية المتعلق بشركة ICM Brokers ضمن قسم Config فيتسنى لنا أن نقدمه لشخص آخر على سبيل المثال منصة تعود إلى جهاز أحد أصدقائنا بغية استخدامه لديه حيث سوف يتمتع بسيرفر شركة ICM Brokers ضمن قائمة سيرفرات المتوفرة لديه فور القيام بفتح منصة MetaTrader المستخدمة من قبله توجد طريقة أخرى أكثر سهولة للوصول إلى الجزء الذي يتم تنصيب منصة MetaTrader عليه ألا وهو استخدام أيقونة Shortcut أي الطريق المختصر المتعلقة بالمنصة والموجودة على سطح المكتب حيث نقوم بالنقر بزر الماوس الفأرة الأيمن على أيقونة Shortcut المذكورة كي نختار Properties ومن ثم Open File Location كي نذهب مباشرة إلى المكان المطلوب توفيرا للوقت فلا توجد حاجة للذهاب إلى هناك بشكل غير مباشر من الأفضل أن تقوموا بانتظام Shortcut أي الطريق المختصر حسب الجزء الذي يتم تنصيب المنصة عليه كي يتسنى لكم الاستفادة منها بسهولة على سبيل المثال بالنسبة لمنصة تداول شركة FX Pro والتي تم تنصيبه الآن ولا نحتاج إليها في الوقت الراهن نريد أن يدلنا Shortcut على مكان منصتنا الأولى حيث لا توجد أيقونة Shortcut لتمثيل كل المنصتين Demo One ولسقه في ملف لمنصة أخرى مثل منصة FX Pro Meta Trader 4.1 أي منصتنا الثانية بغية استخدامها هناك هنا يوجد سيرفر للحساب الافتراضي أو التجيب المتعلق بشركة ICM Brokers ضمن قسم Config فيتسنى لنا أن نقدمه لشخص آخر على سبيل المثال منصة تعود إلى جهاز أحد أصدقائنا بغية استخدامه لديه حيث سوف يتمتع بسيرفر شركة ICM Brokers ضمن قائمة سيرفرات المتوفرة لديه فور القيام بفتح منصة Meta Trader المستخدمة من قبله توجد طريقة أخرى أكثر سهولة للوصول إلى الجزء الذي يتم تنصيب منصة Meta Trader عليه ألا وهو استخدام أيقونة Shortcut أي الطريق المختصر المتعلقة بالمنصة والموجودة على سطح المكتب حيث نقوم بالنقر بزر الماوس الفأرة الأيمن على أيقونة Shortcut المذكورة كي نختار Properties ومن ثم Open File Location كي نذهب مباشرة إلى المكان المطلوب توفيرا للوقت فلا توجد حاجة للذهاب إلى هناك بشكل غير مباشر من الأفضل أن تقوموا بانتظام Shortcut أي الطريق المختصر حسب الجزء الذي يتم تنصيب المنصة عليه كي يتسنى لكم الاستفادة منها بسهولة على سبيل المثال بالنسبة لمنصة تداول شركة FX Pro والتي تم تنصيبه الآن ولا نحتاج إليها في الوقت الراهن نريد أن يدلنا Shortcut على مكان منصتنا الأولى حيث لا توجد أيقونة Shortcut لتمثيل كل المنصتين إذا أردنا إعادة Shortcut إلى المنصة الأولى سوف نقوم بالنقر بزر الماوس الفأراء الأيمن على الأيقونة الوحيدة التي تمثل المنصتين لنشطب رقم واحد المذكور بعد أربعة وبهذا تتم إعادة ملكية Shortcut إلى المنصة الأولى حيث يدلنا الآن على مكان تنصيب منصتنا الأولى إن أردنا أن نتمثع بأيقونتين يتسنى لنا أن نقوم بذلك ببساطة من خلال نسخ Shortcut ولصقه على سطح المكتب وإدخال عنوان مكان تنصيب المنصة الثانية فيها فيما يتعلق باستخدام ملف SRV فإنه يتسنى لنا أن نذهب إلى الجزء المعني به أي كنثيك ثم نقوم بالنقر بزر الماوس الفأراء الأيمن على الملفات المطلوبة كي نختار طريقة فتح الملف عبر برنامج Notepad وإذا اتجهنا نحو الأمام قليلا سوف نجد عنوان سيرفر المطلوب على سبيل المثال هذا هو عنوان سيرفر منصة تداول ديمو وان العائدة إلى شركة FX Pro وإن لم يكن لديكم هذا الملف حتى سيكون بإمكانكم أيضا أن تقوموا بنسخ العنوان ولصقه ضمن قائمة منصة MetaTrader بعد فتحها حيث ترون النافذة المفتوحة فليس عليكم إلا أن تتركوا عنوان سيرفر هناك لستم مضطرين لاختيار عنوان من ضمن العناوين المذكورة في هذه القائمة فحسب وإنما يتسنى لكم أن تدخلوا العنوان المطلوبة بأنفسكم فيما يتعلق بتوضيح فوارق منصة MetaTrader 5 مع منصة MetaTrader 4 هنا توجد لدينا منصة MetaTrader 5 وهي تعود إلى شركة IronFX فلنفترض أن حسابنا هذا هو حساب افتراضي وأما الصفقات فهي منتظمة على أساس عشر اللوت نقوم بأول صفقة بيع قيمتها عشر اللوت حيث نرى بأن المنصة ترسم خطها الأفقي كما أنه مرة أخرى ننجز صفقة بيع ولكن نختار قيمتها بواقع عشري اللوت كما ترون فإن المنصة لم تقم برسم خط أفقي شديد وإنما قامت باحتساب المعدل على أساس كميات الصفقات وقيمها حيث نرى ثلاثة أعشار اللوت كحصيل للصفقتين المذكورتين أعلى إذا أردنا أن ننجز صفقة أخرى أيضا قيمتها تعادل على سبيل المثال نصف اللوت وإذ لا يوجد تذبذب واضح لحد الآن إلا أن المنصة تعرض علينا صفقة واحدة كمعدل للصفقات بناء على كمية هذه الصفقات وقيمها كما ترون فإن الصفقات لا تتغير وإنما كمياتها هي التي آخذة في الزياد وخط أفق واحد يمثلها بينما منصة MetaTrader 4 ترسم خط أفقيا واحدا لكل الصفقة ولا تقوم باحتساب معدل للصفقات وهذا هو الفارق الرئيسي فيما بين هاتين المنصتين إذا أردنا أن نقوم الآن بشراء لوتين عبر هذه المنصة المفتوحة أمامنا أي منصة MetaTrader 5 ونظرا لامتلاكنا لصفقات البيع التي تعادل قيمتها اللوتين فإن هذا الأمر يتسبب في إغلاق صفقات بيعنا المفتوحة تلقائيا كما ترون فبعدما قمنا بالضغط على أيقونة الشراء تم إغلاق صفقاتنا الأخرى المتعلقة بالبيع بينما منصة MetaTrader 4 تسمح لنا في مثل هذه الحالة بالاحتفاظ بجميع صفقاتنا مفتوحة ولا تشترط علينا العمل في اتجاه واحد فقط للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش ضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة